اشتركوا في القناة تفاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل وأبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة دون تغيير على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل ليضحض بذلك توقعات الأسواق بخفض الفائدة لتعزيز التعافي الاقتصادي في الصين بعد الجائحة أما الجنيه الاسترليني فقد تراجع بنسبة 10% إلى دولار ومائتين وثلاثة وسبعين سنتا ومع ذلك ظل بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين بينما يقرب اليورو من مستوى دولار وعشرة سنتات بعد أن ارتفع في آخر التعاملات ارتفعت أسعار الدهب اليوم الأثنين لتتجاوز مستوى 2050 دولار للأوقية مع تحسن رغبة الاستثمار في أصول الملاد الآمن الناجمة عن تجدد الرهانات على خفض بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مبكرا وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 20% إلى 2053 دولارا وتسعة وستين سنتا للأوقية بعد تسجيله أكبر مكاسب يومية يوم الجمعة منذ الثاني عشر من ديسمبر كما صعدت العقود الأجلة الأمريكية للذهب بنسبة 13% إلى 2057 دولارا وسبعين سنتا ويتحسب المتداولون الآن انخفاض الفدرالي أسعار الفائدة بواقع 166 نقطة أساس خلال العام الجاري أي أعلى من رهانات يوم الجمعة بخفضها 150 نقطة أساس والآن نترككم معداء الأسواق المالية الخليجية تشهد الأسواق المالية تطورات وتقلبات مستمرة ناتجة لعدة عوامل وتتطلب هذه التغيرات فهما عميقا للأحداث العالمية والقرارات الاقتصادية لتحليل التوجهات واتخاذ القرارات الاستثمارية للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا في الستيديو الدكتور حيدر المجالي خبير الاقتصادي والاستثمار مرحبا بك دكتور في النشرة الاقتصادية مساء الخير ستي وشكرا لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين على هذه الاستضافة مساء النور شرفنا دكتور في البداية ما هي توقعاتكم حول توجهات الفيدرالية الأمريكية في حيث سياسته النقدية؟ السياسة النقدية بالسوق الأمريكي تقودها مؤشرات السوق وبدأت هذه المعركة عندما وصل معدل التضخم إلى 9.1 بآذار 2022 فبدأ الفيدرال الأمريكي برفع هذه المعدل الفائدة في محاولة لخفض التضخم في نهاية الثلاثة وعشرين طبعا رفعوا الفيدرال الأمريكي 11 برة من آذار 2022 إلى غاية ديسمبر 2023 تم الرفع بـ 11 مرة كمعدل الفائدة 0 أصبح 5.5 فهذا الرقم رقم مهول يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي بالعالم فتم تثبيت معدل الفائدة لثلاث مرات فمجموعة الاجتماعات كانت 14 مرة they end up على 3.5 اليوم معدل التضخم بأمريكا تارجت تبعهم اللي هو أن يصل إلى 2% الاجتماع القادم بعد نهاية الربع الأول للفيدرالي هناك مؤشرات بالسوق تقول أنه قد يتم خفض معدل سعر الفائدة على أن يتم أكثر من خفض 3 إلى 4 مرات في سنة الـ 24 إلى أن يصل إلى حد قد يعني يؤدي إلى تسارع عجلة الاقتصاد وتحفيز الاقتصاد المحلي في الدول لأنه تعرفي طالما الفيدرال الأمريكي رفع معظم البنوك المركزية بترفع وإذا خفض معظم البنوك المركزية بتخفض فالاقتصاد العالمي أصبح كله مع بعض ومربوط ببعض البعض نعم دكتور يعني كيف يؤثر هذا التوجه للفيدرالي على أسواق المال العالمية يستي أسواق المال العالمية بسنة الـ 23 شاهدت مشاكل عديدة من ضمن هذه المشاكل مشكلة أوكرانيا من ضمن هذه المشاكل معدلات الفائدة التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي العديد من أصبح الاقتصادي العالمي هش معدلات النمو بالاقتصادي العالمي أصبحت ضعيفة معظم الناس كانت تفضل أن تذهب إلى إداع أموالها بالبنوك للحصول على معدل فائدة ثابت أفضل من أخذ مخاطر الاستثمار بينما بالمنطوق الاقتصادي الاستثمار هو ما يعزز النشاط الاقتصادي فقرارات الفيدرال الأمريكي تلعب دور كبير بقرار المستثمر بالمضي إلى العملية الاستثمارية أو أنه تبارك الفلوس بالبنك يعني كودائع ويحصل عليها دايريكت على عائد المشكلة في سنة الـ 24 لأن الاقتصاد العالمي أصبح هش اليوم عندنا مشكلة وهذه قلق كبير تشكل الاقتصاد العالمي يعيش أكبر من حجمه ثلاث مرات معدل الناتج المحلي الإجمالي بالعالم تقريبا 103 تريليون بينما مجموعة الديون الدين العالمي تقريبا 307 تريليون وبالتالي الاقتصاد يعيش أكبر من حجمه ثلاث مرات لا يحتمل الاقتصاد العالمي في سنة الـ 24 أي تهزات وأي تخضان مثل أوكرانيا أو الكورونا أو مشكلة مثلا التجارة العالمية والتأثيرات اللي بتتم عليها والظروف الخارجية فيجب أن نكون حذرين الوضع مقلق سنة الـ 24 من الناحية الاقتصادية بحكي هذا الحكي للعلن مشان الناس تكون حذرة يعني أنه عندنا مقبلين على مرحلة ضبابية لا نعلم إلى أين نذهب إن شاء الله إنها تكون أفضل إن شاء الله دكتور فيما يخص أسواق النفط هل نديك توقعات بشأن اتجاهات أسعار النفط في العام الجديد؟ ستي في 2023 كان معدل النفط يعني السعر العادل إليه وصل تقريبا 86 كان يتأرجح ما بين 80 والمئة وصل 95 بالربع الأخير ويكن كمعدل وصل 86 دولار السعر العادل إليه اللي بفيد الدولة المنتجة والدولة المستهلكة اللي هذا بيربح وهذا وهذا كمان ما بينفق كثير اللي هو معدل سعر عادل 70 جولدمان ساكس يتوقع أن يتأرجح سعر النفط ما بين 80 و 100 أوبيك أخذت قرار أوبيك بلس بأنه تخفيض الإنتاج بمعدل مليونين ومئتين ألف برميل باليوم للربع الأول العام 2024 فقط لكبح الأسعار والسيطرة على المعروض لأنه في عندك مشكلة إذا كان المعروض عالي تنخفض الأسعار وبتالت أثر الدول إذا كان المعروض قليل بصير الطلب عالي مشكلة النفط دائما يرتبط بالنمو الاقتصادي والنشاط العالم والتجارة العالمية إذا كانت التجارة العالمية نشطة يرتفع معدل الطلب على النفط إذا كانت التجارة العالمية تباطئا وبالتالي تباطئ معدلنا التجارة العالمية اليوم تعاني من مشكلة أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحفظا يعني يقولوا التوقعات هي أن يبلغ النمو تقريبا ما بين 2.6 إلى 2.9% وهذا الرقم مخيف هذا الرقم لا يخلق فرص عمل العالم خسر بسنة الثلاثة وعشرين تقريبا تسعين مليون وظيفة كيف ممكن نعوضهم هذه الوظائف إذا ما تحسن النشاط الاقتصادي ودارت عجلة الاقتصاد لن نتمكن من إيجاد فرص ويرفع معدل البطالة ويؤدي إلى زيادة التضخم وطبعا للمشاكل المالية الأخرى